بلبنان غير دول إذا بعد شهر صار عندها شيء قادرة تحتوي نوعا ما نحن بلبنان عم نحكي اليوم وضعنا كتير صار أسوأ عن من وقت من بعد رأس سنة بشهر كانون الثاني وشباط انتشر الوباء كنا بعدنا بالحد الأدنى دولار 9000-10000 في مزوت بالمستشفيات في كهرباء في مستلزمات طبية في أكسجان القادر الطبي كان ما سافرت هذه الأعداد الهائلة لأنه بعد ما فتحت الدول يعني بآخر شهرين تضاعف أعداد المهاجرين من لبنان وبالتالي إذا بدنا ننطر شهر والدولة رح تترك المطار فاتح لأنه المسؤولين لن يتجرعوا على اتخاذ خطوة اليوم بأقفال المطار أو أقفال البلد على اعتبار أنه في شيء مغتربين وفي سياحة وفي فراش دالرز عم ترجع تفوت على لبنان بس أمام هذا المشهد إذا ما سكرنا وأقفالنا كيف تشوف الصورة؟ هلأ في دول ما أقفلت مؤخرا بمواجهة دلتا مثلا بريطانيا ما سكروا ويعتبروا أنه من هلأ لآخر شهر تموز رح يقدروا يفتحوا بريطانيا كليا مع أنه دلتا هو هلأني بالوقت الحاضر الفيروس الأساسي بريطانيا بس بيعتبروا أنه اللقاحي اللي عاب يستعمله بكفة تحتى يمنع الانتشار المرض والحالة المرضية الخطرة في بريطانيا ما فيش أي شك أنه لازم نكون نحن واعيين خاصة مثل ما بتقول أنه الإدريت المستشفيات حاليا أصبحت تقريبا غير موجودة لمكافحة وباء إذا اشتجد مثل ما كان بشهر شباط وأذار يعني إذا رجعنا علقنا بكارثة الخمس تلاف إصابة كليوم أنا برأيي نحن رح نواجه مجزرة إذا بدك تقول من ناحية وفيات من ناحية خسارات خسارة بالأرواح بشكل هائل لذلك هلأ بالوقت الحاضر بظن بعد فينا نتريث بظن أنا برأيي اللي شايفوا أنا أنه تسكير المطار بظن رح يكون تواجه صعوبات كتير كتير كبيرة في كتير حجوزات وفي كتير ناس متكلين على دخول المجددين سواح والمغتربين الفريش دولارز بيقدروا يجوه مش ضروري السايح يجي بس بيتوقعوا أنه المغترب رح يجي ويعيش الاقتصاد بس مش جاي المغترب حتى نسرقه يعني خلينا نكون واضحين من هالناحية هايدي فأنا ما كتير يعني منك من مشجعي تسكير المطار أنا مني هلأني مش مشجعي تسكير بالوقت الحاضر ما عندي سبب أنه سكر البلد أي متى فينا نبلش نعرف يعني لما بد إذا شفت أنه الأرقام عبتضل عبتطلع أنا بكون ساعتها يعني إذا شفنا أنه هالترند هيدا اليوم صباحا إذا هالترند هيدا ميتان وتسعين بكرة كان فوق ثلاثمية بعد بكرة كان قطعة ثلاثمية وخمسين مثلا ساعتها أنا بطالب بالتسكير مية بالمية المتحور دلتا نحن بلشنا نفتش عليه باللبنان من أسبوع بس هو كان صار له مدي الأرجح كان صار له مدي موجود أوكي بعد ما عنا تأكيد هيدا كان فحص أولي يلي نعمل وبيّن أنه معقول يكون الموجودين دلتا أوكي بدنا هلأ عبين عمل الفحص التأكيدي بكرة بعد بكرة لازم يكون عنا الأجوبة إذا مظبوط هيدول دلتا ولا لا بقى مشين هيكي ما فينا نأكد مية بالمية أنه هيدول دلتا بس البحث عنه بلش من أسبوع بلش من أسبوع بس نحن في حال قديش صار له موجود مباري إذا صح الرأي يلي بيقول أنه المضاد اللقاح لا يتفاعل مع الدلتا يعني بدنا نرجع نروح حكما على أقفل لأنه إذا وقعت لترسى لأنه ما فيه مستشفى مية بالمية بس أنا ما بظن هيك لأن الدراسات اللي طلعت بأمريكا بتقول أنه تقريبا تسعين بالمية بيحمي ضد الدلتا بفايزر بيحمي تسعين بالمية ضد الدلتا وحتى إذا عملنا اللقاح أستازينيكا وتاني مرة دلتا من وراء التاني مرة بفايزر من وراء الحماية موجودة طيب يعني ما فينا نقول أنه فات الأوان ولبنان تحت رحمة المتحور الهندي لا ما بظن الأرجح أنه رح يصير المتحور الهندي هو الأساسي في تنين متحورين أبسيلون ولمدة بعد منهم موجودين لعلمي بلبنان بروفيسور ختاماً الناس موصن صيفية والناس على سن ونص مزروبة تقريباً اعتبرت هلأ عم بتفشي خلع مظبوط عن جد هلأ لأنه قلنا سن ونص الناس بتنادي شو بعدنا ننادي بدك تقول كمام شو بضيحته كمامة بحفلات وعالبحر وبالسهر بدنا نرجع لأمتى بده يرجع لليولع بس هالمرة بلا كهرباء وبلا أكسجين مظبوط وبلا مزود بالمستشفيات وبلا أدوية وبلا حكمة وإن شاء الله الأمبولانس تلاقي أصلاً بنزين لتقدر تروح جيب المريض بقى بدنا نكون وعيين يعني شو بدنا نعمل نحن بحالة يعني من هلأ لشاهر عم قول أو أسبوع نحن بحالة حرجة بعدك كنت عب تحكي عن تفجير البور نعم وبعدك عب تحكي كنت عن حالة الأمن وهيدا أمن صحي عب يطير